فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فهذا فيه دليل على أن من ترك الحق فإنه يعاقب باتباع الباطل لأن الله يطمس على قلبه ويعاقبه فيتبع الباطل فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه وهذا أعظم المصيبة مصيبة القلب أعظم المصيبة لو أنه أصيب بماله أو أصيب ببدنه لكان أسهل من إصابته في قلبه لأن إذا أصيب في قلبه زاق وظل والقلب إذا ظل وزاق فلا فائدة فيه لأنه قد انحرف ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يرجع إلى الحق بعد ذلك